رولانيا موكونيا المدير الفني لفريق سانداوند الجنوب إفريقي تكلم عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وقال المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة هنواجه الأهلي بنفس العقلية المتمثلة في الرغبة في الفوز بالمباراة ولن يكون الأمر سهل لكن عوزين نفوز نجحت سلمة أيمن لعابة المنتخب المصري للخماسي الحديث في التأهل لنهائي كأس العالم للكبار وجات سلمة في المركز التاني من التصفية التانية للدور قبل النهائي برصيد 1064 نقطة وده بالتساوي مع المتصدرة الإيطالية أليس سوريتو فاز منتخب مصر لناشئين كرة اليد موليد 2004 في أول مبارياته الودية أمام سويسرا بنتيجة 23-22 استعداداً لبطولة العالم وهدت لعب المباراة الودية التانية بكرة في المركز الأولمبي بالمعادي اتعادل فريق سبورت انجليش بورنا البرتغالي مع أرسنال الإنجليزي إيجابياً بنتيجة 22-22 وده في المباراة اللي أقيمت بينهم مبارح في ذهاب دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي حق فريق روما الإيطالي فوز مستحق على فريق ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات دور 16 من مسابقة الدوري الأوروبي يوروباليج للموسم الحالي حق يوفندوس الإيطالي فوز صعب على ضيفه أو مضيفه فريبورج الألماني بهدف وحيد في اللقاء اللي جمعه من بارح ضمن منافسات ذهاب دور 16 من الدوري الأوروبي وسجل النجم الأرجنتيني عن خالدي ماريا هدف فوز يوفندوس باللقاء وده كان في الدقيقة 53 من خلال ضربة رأسية قوية جدا فسفريق منشستر يونيتد الإنجليزي على نظيره ريال بيتس الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم من بارح على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وده كان ضمن منافسات مباراة الدوري 16 من الدوري الأوروبي مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع تاني نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع جمانة ومصر